بني وبينكم أنا بقى لي تقريبا أسبوع عندي حالة توتر شديدة جدا بسبب التوتر اللي حاصل في بحر الصين الجنوبي وبالمناسبة أي حد فينا لازم يا توتر أي حد لأنه إحنا هنا بنتكلم على توتر في منطقة مهمة جدا بيعدي فيها تقريبا أكتر من 45% من حجم التجارة العالمية عشان بسنا نبقى فاهمين الوضع ده معناه إيه فاهمين الوضع ده معناه إيه 45% من حجم التجارة العالمية بيعدي في المنطقة دي إذا لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله حصل حاجة هتبقى وقعها أكبر وأعمق وأشرص وأصعب وأقسى من القسوة بكتير من موضوع الحارب التاروسيا وأوكرانيا وعليه لازم العالم يعد يفكر كويس هنعمل إيه عشان الموضوع اللي هناك ده يهدى عارف أنا لو ليه علاقة ببكين وبواشنطن كان زماني قاعد عمال بعمل جلسات مشتركة ما بين الاتنين واقعد يا جماعة طب هنحل الموضوع إزاي لازم نهدي من وطقة الحديث والتصرحات والتحركات والاستفسزات المتبادلة لازم الوضع ما هوش هيا على الإطلاق أنا بقول لك الكلام ده علشان تبقى فاهم يعني إيه اللي بيحصل في الدنيا بيأثر على كل شبر على سطح هذا الكوكب ما بقاش في حاجة اسمها حرب في أقاصي الأرض فأنت ملكش دعوة الاقتصاد العالمي دائما مترابط دائما مترابط مترابط كده من إمتى من نهاية الستينيات للأسف الشديد وأحيانا بيبقى له ميزات هذا الترابط لكن عمليا إحنا ما بينجرش علينا من ده غير المشاكل مصر قعد عمالة بتشتغل في منظومة عظيمة جدا لإصلاحات هيكلية مهمة جدا للاقتصاد المصري مش بس الاقتصاد ولكن للواقع المصري بواقعه الاجتماعي والتعليمي والثقافي على كل المناحي وفي كل الزوايا ما فيش شبر الدولة ما اشتغلتش فيه وما اشتغلتش عليه لكن إحنا فعلا مش عارفين نقيم راسنا كل شوية هب تلاقي خبطة كورونا هب تلاقي خبطة الحرب الروسية الأوكرانية عشان كده أنا بتمنى من ربنا أنا بجد عندي توتر شديد بتمنى من ربنا موضوع تايوان ده يخلص فيه هدوء إحنا مش نقصين ناهينا عن التابعات مش بقى الاقتصادية وغير الاقتصادية سياسيا وعلى المستوى العام أو أمن الكوكب لو صح التعبير لو حصل أي توتر عسكري في المنطقة هتبقى مشكلة بجد كبير اشتركوا في القناة